اشتركوا في القناة ونظرا دائما لتسرب الهواء البارد احتمال تساقط حبات البارد نحو سواحل أقل الوسطى الشرقية والشرقية وحتى على المرتفعات الشرقية بالنسبة للمناطق الغربية الأجواء ستميل للصفاء ابتداء من الصبيحة مع ضباب محلي خلال صباح الباكر بالمرتفعات وللإشارة الرياح ستكون قوية نسبيا نحو سواحل الغربية جنوبا اتراب جوي سيشمن هذه المرة كل مناطق الجنوب الغربي هذا ابتداء من الظاهرة وعليه أمطار رعدية مرتقبة خلال الظاهرة نحو منطقة تندوف صحب عابرة بنسبة لمنطقة الواحد وتبقى أجواء مغشدة على العموم تبيز كافة مناطق شمل الصحراء لغاية أقصى الجنوب مع نشاط صوابع رمضية محلية الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى دون السفر على كافة المناطق الداخلية حيث سنسجل ثلاث درجات تحت السفر مقيس من بين 4 إلى 5 درجات بسواحل 5 درجات أيضا بشمال الصحراء والواحد 8 درجات ببشار بإراميناس وإليزي ترتفع بدرجة واحدة نحو جنة 13 درجة بالصحراء الوسطى ومرتفعة الهوغار دي تقرب 17 كألمي قياس بأقصى الجنوب خلال ظاهرة الغد البرودة أيضا تبقى محسوسة بالمناطق الداخلية 8 درجات بكل الهضابة العليا والمناطق الداخلية الشرقية مقيس من بين 14 إلى 15 بالسواحل في حدوث 13 درجة بيتزي وزو ترتفع إلى 17 درجة كألمي قياس بيتنمسان أما جنوبا البرودة أيضا تبقى محسوسة بشمال الصحراء والجنوب الغربي مقيس من بين 14 إلى 16 درجة في حدوث 19 درجة بإليزي تقرب 22 درجة بالصحراء الوسطى 27 درجة هذا بـ 8 رأس لتفوق 30 درجة بأقصى الجنوب أما فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون مطرب على طول الشريطة الساحلي رياح معتدلة أحيانا تكون قوية نسبيا بسواحل الغربية ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية أحيانا تدور إلى شمالية تماما بالنسبة لسواحل الشرقية